مرأة نجيب محفوظ طفل يبيع الحلوى عند إشارة مرور بكى ثم كتب أحلام الأطفال قطعة حلوى وهذا الطفل يبيع حلمه الشي كتير بزاعل أنه نكون عم نقرأ هيك شي الأطفال أكيد بيستحقوا يكون عندهم حياة مش من واج بيتهم يأمنوا لقمة الأكل لأهلهم والدواء لأهلهم لأهلهم من حقوقهم تكون هالأسس مأمنة أنت عندما تسيرين في الشوارع كم من الأطفال ترين في الطرفات؟ زاهد كثير شائعة وعم بتزيد مع الأسف وبس تحكي معهم حتى بكذا ما ترح بتفوتي بتلاقي طفل عم يشتغل بتسأليه بيقولك خلص أنا متطر أشتغل مثل ما شفنا بالتقرير بس كمانا بيسمع من أهله أنه أنت خلص ما فيشل مثل ما كنت عم تقول ما إلك نفع بالعلم وأنا كتربوية بقول أنه هيدا المفهوم كتير كتير خاطئ ما في حدا ما بينتفع من العلم يمكن الأسلوب ما مناسب للطفل بس مش العلم يلي مش مناسب تفضل أستاذ محمد